ما بين الإدارة وصالح جمعة في جزئية أن الراجل مش عايز بقى صالح لأن الفرص أو الوقت كده كان هو مش محتاجه وأن الناس كلمتوا أنه هو يدي له فرصة وبالتالي صالح حتى الآن وزنه ما خسش عشان الراجل يقدر يشاركه في المباريات وبالتالي منافس كل الطلبات الخاصة بالمدير الفاني اللي بيبقى محتاجها من أي لعب أنا بقول لكم أنا اسمات التصرحات بتاع صالح التصرحات الجميلة لكن مهم جدا أنه هو كلاعب وفي نادي كبير وزي ما قال كابتن رضا كنا بنتكلم عن الجزئية دي نادي أهي نعمة بالنسبة لي اللعبين المتواجدين جواه وجمهوره الكبير اللي بيساند لعيبة وبيساند ما بينساش ولاده صالح من اللعيبة المحظوظة فعلا اللي الجمهور بيحبها الجمهور عايز يشوفه دايما باستمرار بالرغم أنه بقاله فترة قاعد لكن جمهور منتظره منتظر بس أنه هو ينزل في مباراة يتقلق ويبتدي نجمه يرجع تاني هذه النقطة مش هنقول خلاف بقى ما فيش خلاف ما بين الإدارة عشان العشرة في المية عشان صالح ما يروحش نادي تاني ولا ميستر فيلر مش عايزه المشكلة هنا في اللاعب هو عايز إيه مهما أنت عملت كإدارة ومهما أنت عملت كمدير فني مش هتعمل حاجة طول ما اللعب مش عايز كده فبالتالي هي هنفضل نقولها ونديها لأن صالح إحنا عندنا أمل كلاعب مميز يقدر يفيد النادي الأهل يقدر يفيد منتخب مصر أنه هو يوقف مع نفسه ويبتدي يشتغل بشكل جيد عشان نشوفه إن شاء الله في الملعب ترجمة نانسي قنقر